الآن مشاهدين الكرام ينظموا معنا مباشرة رئيس مجموعة النبأ للدراسات الاستراتيجية لأستاذ هشام الكندي للحديث أكثر عن هذا الملف الرئيس لهذه الليلة حياة كلها مرحبا بك صيد هاشم في النشرة الرئيسة خلينا نبدأ معك من تفصيلة محددة على وهي وطبعا هذا الأمر هو مكرر تقريبا من سنوات وشفنا بأكثر من مناسبة إحالة من ينتهك القانون في العراق إلى التقاعد أو الإعفاء ما تعتقد هذه مكافأة نهاية خدمة وليس محاسبة بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم ولمشاهديكم وملاكاتكم نعم إذا كان الأمر يكتفى بالإحالة أو للتقاعد فهذا يكون مكافأة نهاية خدمة ولكن للدقة ما يجري بما يسمى بلجنة أبرغيف هو أن التحقيق لا زال مفتوحا معهم وأيضا لمن له الحق الشخصي في أن يقدم شكوى كما هو العرف القانوني لا دعوة بدون شكوى قضائية فإن القضاء سيتعامل مع هؤلاء أعضاء اللجنة بعد أن ثبت عليهم بالتحقيقات بانتهاكات وتقصير وهذا الإحالة إلى التقاعد لا تحفيهم أيضا هم محالون القضاء على ملفات عدة وقضايا عدة قسم منها تتعلق بانتهاك حقوق معتقلين وتعذيب وأيضا جزء منها هو التضخم المالي الكبير الذي أثبت عليهم فبالتالي هذا إجراء مثل ما هناك إجراءات مشابهة عندما يكون هناك أحد المتهمين في منصب تنفيذي مؤثر على التحقيق يأما يتسحى بيده كما جرى مع محافظة ديوانية بالفترة قريبة أو أنه يحال إلى التقاعد حتى يكون التحقيق خاليا من الضغوطات أو النفوذ صاد هاشم حضرتك تعرف؟ في الجميع يعرف أكو فرق كبير جدا إذا تسمح لي بين مثلا أعضاء لجنة ورغيف وفي مقدمتهم أحضاء ورغيف ليس وضعا نهائيا الأمر سيحسن من القضاء بصورة كاملة ضربت مثل بمحافظة ديوانية أكو فرق بين من يمثل المؤسسة الأمنية لسنوات عدة وارتكب مرتكب من الجراء محافظتك مطلع عليها من قتل إلى ابتزاز إلى أخذ رشاة وما شابه ذلك فالمقارنة أصلا ممنطقية بهذا الموضوع نحن نتحدث اليوم الكتاب وصلنا من وزارة الداخلية اللي مكتوب بإعفاء وإحالة إلى التقاعد فقط هذا اللي شفنا الخطوات اللاحقة هو هذا السؤال عنها شنو برأيك راح تكون المثل ضربته للدلالة والتشبيه ولكنه ليس للمقارنة والمطابقة والأمر الآخر هذا الإجراء هو ما قامت به وزارة الداخلية باعتبار أحمد أبرغيف ومجموعة من الضباط برجنته هم موظفون ضباط في هذه الوزارة بالتالي استكمال التحقيقات هو أمر قائم ولا ننسى أن أحمد أبرغيف هو جزء من حالة فساد كانت قد أسست وعملت بصورة جماعية بطريقة الفريق الذي كان يحيط بالحكومة السابقة برئاسة الكاظمي وهو كان واحدة من أدوات الكاظمي وهو كان الدراع التي يضب بها الكاظمي في تلك الفترة وجرت تصفيات واعتقالات وتعذيب بل حتى أن أحد المعتقلين قد توفي بالتعذيب نتيجة هذه التصفيات التي كانت في حداب السياسي في أغرام الأم سيد هاشم مرحب بك معنا مجددا لكن لو سمحت بالتالي أنا قلت أن هذا الإجراء لا يعني أنه تم عفاء من القضاء نعم بهذه التفصيلة بذلك لماذا عمدت حكومة الكاظمي إلى انتهاج أسلوب كهذا يعني لابد أنها ولدت بعد انتفاض التشرين المناهضة للعنف لماذا أخذت هذا الأسلوب حسب قراءتك يعني ما المطلوب من سياستها ما جرى بالتظاهرات أنه التظاهرات التي انطلقت مطلبية سرقت بعد ذلك لجهات عدة خارجية وداخلية وأريد بها وضعا سياسيا معين التضحى فيما بعد وكان جزء من هذه الإجراءات هو الكاظمي والشلة التي أحاطت به والذي اتضح بعد ذلك أنها كانت مشاركة ولها أذرع والتحقيقات الآن هي قائمة بصورة فعلية وستكشف قضايا أخرى مستقبلا لكن أبو الغيف والآخرين هم كانوا أدوات لترسيخ هيمنة الكاظمي وما قام فيه وبالمناسبة ليس فقط في المؤسسة الأمنية هناك من كان في المؤسسة المدنية في الوزارات أنا سأتحدث بشيء قلته وكان الكاظمي رئيس الوزراء وقلته عندما كان إحسان عبدالجبار وزيرا للنفط قلت أنه واحد من كبار الفاسدين وعليه خمسة وثلاثين قضية في النزاهة أصر الكاظمي على استيزاره واعترض عليه في البرلمان وقال لهم صوتوا عليه وعندما تحتاجون له أو تحتاج النزاهة سيقدمه ولم يقدم ومارس فساد أكبر من السابق لخدمة الكاظمي ومن يحيط به والآن بعد أن خرجه الآن هناك دعوة مفتوحة هذه الملاحقات القضائية وكشف ملفات الفساد وإن جاءت متأخرة ولكنها لن تترك فاسدا لكن أنا بالمتابعة وبمعلومات أيضا قريبة أنه الإجراءات القضائية تريد أن تأخذ المسار القانوني الكامل حتى لا تظهر لا بطريقة الانتقام السياسي ولا بطريقة التسقيط وإنما بطريقة إحقاق الحقوق وأيضا ملاحقة الفاسدين أينما كانوا البعض من الفاسدين غادروا العراق إلى بلدان وهم لربما أسسوا وضعا اقتصاديا يحميهم أو يتصورون أنه يحميهم العراق منذ بداية حكومة السوداني أعلن بأن علاقات العراق مع الدول الأخرى ستكون واحدة من معاييرها هو استرداد المطلوبين للقضاء العراقي وتحديدا الفاسدين والذين سرقوا الأموال العراقية طيب يعني إذا ما نتحدث صاد هاشم على الملف الآخر حضرتك تابعة النشر واستماعت الأخبار اللي عرضناها قبل قليل المتعلقة تحديدا بإحسان عبدالجبار وملفات الفساد ونت ذكرت برقم 35 ملف أو قضية في النزاهة تتعلق بوزير النفط السابق إحسان عبدالجبار هذه الدعاوة المفتوحة شون رح تنتهي وأيضا شون تأثر التسويات السياسية الضغوط السياسية الضغوط حتى الدولية والإقليمية تحديدا في مثل هكذا ملفات ورح تغير من مجرى التحقيقات في المرحلة المقبلة لا أكو خلاص أكو وضع ثاني سيثناء في هذا الموضوع 35 قضية هي قبل أن يستوزر كما ذكرت وأنا ذكرتها بالعلم بالإعلام وهذا الأمر موثق في وسائل التواصل وفي الأنترنت لكن مسألة الملاحقات الآن هي جارية بشكل كامل في كل زيارات رئيس الوزراء إلى الدول الأخرى يكون هذا الملف مطروحا وتم استرداد الكثير من الشخصيات على هذا الأمر مسألة التسويات السياسية الحكومة تدرك وأعلنها رئيس الوزراء أكثر من مرة أن التساهل بجائحة الفساد كما أسماها هو لن يجعل لجهود الحكومة أي نجاح أي مستقبل والحكومة هي تجري هذه الخطوات وتحارب ملفات الفساد تكشف فاسدين تلاعق فاسدين أنا قلت أنه الضابط هو أنه الدقة والتيقن حتى تكون إجراءات قضائية بالكامل لكن لم يتضح على الأقل لغاية الآن أن الحكومة خاضعة في هذه الملفات لا إلى ضغوطات سياسية داخلية أو خارجية ولهذا من تم محاسبتهم في الفترة الأخيرة في الداخل هي من جهات عدة وأيضا ملفات كبيرة لعلى الاستشهاد بما حصل في ملفات الفساد بالأنبار التي كان لربما جميع تصور أنها محمية سياسيا وأن هناك خط أحمر يحمي الفاسدين في الأنبار لكن كان هناك إجراءات أقل ما يتصب بأنها شجاعة ومسؤولة وهذا الأمر لا بد أن تستمر به الحكومة إذا أرادت أن تنجح وإذا أرادت أيضا أن يكون لها دعما من الشعب العراقي الذي يجد بأن الفساد قد استفحله وأن لا مجال لانتظار مكافحته ومحاربته وأن هذه الخطوات والإجراءات الحكومية في محاربة الفساد هي تلقى دعما شعبيا هو يفوق كل من يحاول أن يضغط عليها سياسيا بل أن قوة الحكومة اليوم هي في الدعم الشعبي الذي يجد الجدية في الحكومة في محاربة الفساد والفاسد دكتور هاشم وزير النفط السابق هو شخصية عامة من المفترض أن يعي أنه كشخصية عامة لا يستطيع الحصول على هذه العقارات هذه المساحات الواسعة والمميزة لأسماء قريبة منه مع ذلك هو فعل ما فعل لكن إلى ماذا هذا يؤشر؟ هل هو أمين الإقاب بتلك الفترة؟ هل توفر له السند القوي؟ يعني كيف تجرأ على أخذ هذه المساحات؟ بشكل ربما غير مشروع هو عندما جيء به إلى هذه الوزارة المهمة والكبيرة والأساسية جيء به لهذا الدور هو يحقق مصالح جهات خارجية وداخلية بما يتعلق بملف النفط تصديره ظهرت لنا مشاكل بعد ذلك ظهرت لنا مشاكل كشفتها محاكم دولية بما يتعلق بتهريب النفط من كودستان بما يتعلق باتفاقيات غير قانونية والآن العراق يتحمل جزء من تبعيات تلك الفترة من جاء بإحسان عبدالجبار هو الكاظمي ومجموحته لهذا الغرض نعم هو مارس الفساد ومن الطبيعي وهذا الأمر أصبح معتادا في الفترة الأخيرة أنه من يفسد من المسؤولين لا يسجل هذه العقارات أو الأملاك والممتلكات بإسمها فيسجلها بأسماء المقربين ولكن أيضا هذه الأمور أصبحت مكشوفة ومن السهل متابعتها البعض من المسؤولين سجل أسماء وعقارات بأسماء زوجاتهم وطلقوها حتى لا تكون هناك متابعة قضائية لكن كل هذه الأمور وغيرها من الأمور لا زالت هي معروفة ومكشوفة وتعمل عليها مكررة هي بالتالي الانتخابات قربت باختصار لو سمحت يعني سؤال بصراحة خطر على بالي الانتخابات قريبة والمصادر التي عندنا تشير إلى أنه الكاظمي وزمرته اللي كانت وياه هسا دت تشتغل على الدخول في الانتخابات المشاركة بالانتخابات المقبلة وإن كانت مو بشخصيات مباشرة وبأسماء مباشرة لكن عندها قوائم عندها شخصيات تشتغل عليها في ظل وجود كل هذه الدعاوة المفتوحة وهذه القضايا وفساد ومادل شنو راح يحقلها تعمل أو تدخل بهذه الأرياحية مثلا تسجيل الأحزاب دخول بقوائم انتخابية تشكيل التحالفات هذا يخضع كل للضوابط المفوضية والقوانين نعم لربما يجر الاتفاث والآن جرى بعض الجهات أعلنت عن تشكيلات وعن أحزاب لربما وبشكوك واقعية جدا أنه تقل في خلفها يعني ماكنة الكاظمي أو من يقف خلف الكاظمي قد لا تكون أهدافهم هو الحصول على مواقع أو مناصب في الانتخابات بقدر لربما تشتيت الأصوات التأثير على نتائج معينة ولكن على المستوى السياسي الكاظمي كان واحدة من أكبر الأخطاء التي حصلت وأكبر الأفوات حتى من رخضخ أو وافق على الكاظمي ندم بعد ذلك وللأسف الكاظمي قل ما يوصف بأنه لا يليق بالشعب العراقي أن يكون رئيسا للوزراء أنا لريد أن أتكلم أكثر من هذا لأني قد كلمت كثيرا عندما كان رئيس وزراء والآن بارد عن خرج قلت بأن هذا الأمر سيكون منوطا بالقضاء العراقي وبما يحفظه العراقيون من تاريخ هذه الشخصية الدكتور هاشم الكندي رئيس مجموعة النبأ لدراسات استراتيجية شكرا جزيلا لكل ما تفضلت به شكرا جزيلا للمشاهدة اشتركوا في القناة